موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو ان شاء الله سنتكلم على الديدكتيك باللغة العربية والفرنسية سبق اليدي جا تكلمت علي بالعربية جبنس واقع الى التاب الفرنسية المهم في هذا الفيديو هدا سيكون شامل ان شاء الله سنتكلم باختصار ستكون معارف ما هي مضبوطة وصحية 100% اللي طلقيناها في المراكز تكون هذا الفيديو هدا يهم الناس اللي كيوجدوا استعدادا لمباراة السليم بالاضافة الناس اللي دايرين علوم التربية واضافة الى ذلك الناس اللي دايرين المراكز تكون يعني كيدوزم تحاند في علوم التربية بالفرنسية والعربية نبدأ ان شاء الله سنتكلم بالعربية والفرنسية ما هي المخصصة سنخذر لكم الى الاسم وان شاء الله الكم سنتفهموا كل شيء وجدو اسطيل ورقة باش تكتبوا التعارف اللي غدين تكلم لكم عليها حيث غادي نشرح او ما هي المخصصة سنعطي يا دي دايرين إذا ندخلو في صلب الموضع ونتكلمو الى الموضوع الاديدكتك اول حاجة اللي أخصنا نعرفوه الديفينيسيون ديال الديدةكتك وماذا المقصود بالديداتك وكال اللي كيضوخ ما بين الديدكتيك والبيداغوجيا البيداغوجيا هي واحد العلاقة التي تربط الأستاذ والمتعلم في واحد الوضعية معينة أما الديدكتيك فهي العلاقة التي تتواجد ما بين المدرس ثم المعرفة بالنسبة للتعريف الديدكتيك كي لك عرفه أنه هو فن التدريس كي لك عرفه أنه مجموعة المعارف النظرية كل واحد باللغة الفرنسية نقدر أن نعطيكم جوجة للتعريف الديدكتيك كي سيكيب دون الأنساني وموابنتيساج دون سيغتان كونتوني أو دون سيغتان كونتوني يعني واحد المحتوى اللي هو معين نقدر أن نعطيكم تعريف آخر بالنسبة للديدكتيك يعني أساتي دا كي عطينا كل واحد وتي عطينا تعريف ديا خوضنتا اللي ملائم لك كالي كي عرف الديدكتيك ان فرنسي بيانسور سيلنسامبل ديزاكسيون كي فيز ليلابوراسيون دي كونتوني دانسينيومون شي لانسينيوم إلا كيزيسيون شي لليم وحد إضافة أخرى هو أن الديدكتيك له نوعان ديدكتيك عام ثم ديدكتيك خاص كنسباق ديجا تكلمنا عن الشي أن الديدكتيك العام هو اللي كي كيهتم بمجموعة دي المواد أو المواد بشكل عام يعني جميع المواد أو لجون المواد أما الديدكتيك الخاص فهو كيهم وحد المادة اللي هي معينة بالنسبة للعلاقات اللي عدنا هنا في المتلة ما بين المعرفة والمدرس كننلقاو هنا واحد القطب اللي هو إبستيمولوجي وهذا القطب اللي إبستيمولوجي كي كون من خلاله واحد النقل دي داكتيكي وهذا النقل دي داكتيكي اللي كنسميوه باللغة الفرنسية لاتخانسيشيون دي داكتيك ؟ لاتخم مدفنسيشيون دي داكيكي هوا النَّا أو بيان Cهت تيس텀 مونا속 من خلاله خلالصها للعلاقات سGsرّ ا خلاله اللي فرع المانهري ان من الخلاله الالمي إلى خلاله الримدرسي دي داكتيكي و يكون معلومة ساليسة و بسيطة . و مفهومة للمتعلم و يكون هناك بعض التعاقد Uruch التعاقد الديدكتيكي كنت تكلمني عليه قبل وهو مجموعة من الشروط والضوابط والقواعد والاتفاقيات والمعايير التي تضبط علاقة المتعلم بالمدرس ثم نجد علاقة الثالثة التي تكون بين المعرفة والمتعلم هي التمثلات وهذه التمثلات هي المعارف السابقة التي تحتويها المتعلم التمثلات هي مجموعة المكتسبات والمعارف والتصورات القبلية بخية لابل التي تكون عند تلميذ الأساس منها هو بناء أو لا يعني يعتمد عليها المتعلم بشي بني معارف جديدة مثلا تلميذ قراف الروض كعرف الحورف الهيجائية يعني باش يطلع القسم الأول ابتدائي يعني تكون عنده ديجة واحد معارف سابقة اللي بها غاد يبازع لها بشي قرأوا واحد الكلمة أو واحد الجملة إلى آخره يعني هذا هما التمثلات يعني معارف ما هي سابقة هناUNDنا meilleurmers� Advanced psychology يعني يكون هنا لابعتمت ذلك الذي يوجد يكون عثيد بناء المعرفة للBS Online أو بيان لكونتركشن دي سيتياشن بروبلم سيتياشن دو ريزوليشن دو بروبلم لإجزرسيس دي تاش اكترا نديرو واحدة بتيت ريفيزيون معلومات اضافية اللي كنا نسي لاشي حاجة نعودو نجدوها كنا قلنا المعرفة هي لصفوغ المدرس والانسينيو تلمي دوالي لفوالا لابرنو في المعرفة اللي جنا نتكلم عن البيداغوجيات الثلاثة لديست دابا احنا في تالتا البيداغوجية الاولى كانت البيداغوجية اولى المقاربة بالمضامين اللي كان المحور العملية التعليمية التعلمية ديالها هو المدرس هنا كانت عندنا النظريات التقليدية من بعد جات بيداغوجية الاهداف اولى المقاربة بالاهداف اللي كتخص المحتوى لو كونتوني وهنا شنو كتعدنا كتعدنا الخلفية السيكولوجية ديالها هي المدرسة السلوكية نظرك هناك تعتمد على النظريات السلوكية من بعد جات المقاربة بالكيفيات اللي احنا فيها دابا الان واللي المحور ديالها هو التلميذ المحور العملية التعليمية دياله هو التلميذ وهنا جنو عدنا النظرية البنائية لان التلميذ هو اللي كيبني المعلومات ديالو هنا اذا اعطينا النقل دياداكسي كياني التعريف ديالو بالعربية والفرنسية وهنا عدنا ثلاثة الاقطاب هنا عدنا قطب ابستيمولوجي ما بين مدرس وتلميذ قطب بيداغوجي وما بين تلميذ المعرفة قطب سيكولوجي انا اعطينا التعريف ديال القطب البيداغوجي يعني شنو هي البيداغوجية بالعربية هي العلاقة ما بين المدرس وتلميذ في احد الوضعية اللي هي تعليمية باللغة الفرنسية قدران قولو ستدفينيكم دي فنومين غولاسيوني كي انيس لانسينيون الابخونون دون الاكسيون يعني إلاجت الترجمة بالعربية عدلقى نفس الشيء تعقد دياداكتيكي هو اللي كنت خديد داكتيك ومن بعد شنو بقالنا بقالنا التماثولات التماثولات كينا هدرنا عليها بالعربية يعني يل معلومات سابقة لي كونسانس بخيالابل نعطيكم تعريف اخر ديال القطب البيداغوجية يعني كينا بزيف خود نتالي مولا ايمليك المهم خسك تفهمها شك تعني القطب البيداغوجية او بيان لابداغوجي سي لانسانبل دو متود او بيان دي تيكنيك دي بروسيدي كي ميزو نوفر بلانسينيون اللي كي نفيدها الاستيد دو متود la meilleure condition possible dans la transmission et l'appropriation par l'élève voilà donc je pense tout est clair à l'oge tchili kain j'espère que vous avez compris dans un autre vidéo je vous remercie